من المنتظر أن يتم إعادة بعث المجلس الوطني للنقل البري قريباً بعد أن أعرب وزير النقل عيسى بكي عن استعداده التام لإعادة بعث هذا المجلس خلال لقائه الأخير باتحاديات النقل المنطوية تحت لواء اتحاد التجار وهذا وفقاً لمقترحاتهم كان عندنا لقاء مع السيد وزير النقل عيسى بكي بحضور خمس فيدراليات من ضوية تحت لواء الاتحاد وهي كذلك تحت وصاية وزارة النقل يدخل هذا ويندج هذا اللقاء في إطار الحوار الاجتماعي مع شركاء الاجتماعيين وكذا إنجاح مخطط ومسعى العنعاش الاقتصادي الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر عمود فقاري للاقتصاد الوطني السيد الوزير استمع لانشغالات رؤساء الفيدراليات وعبر عن استعداده لإعادة تفعيل هذا المجلس بعد مراجعة تشريعات القوانين لأدت إلى عدم تفعيله منذ عشرين سنة تفعيل دور المجلس الوطني للنقل البري بعد أكثر من عشرين سنة من تجميده سيساهمه في تنظيم قطاع النقل الذي يشهد فوضى كبيرة هناك طرح انشغالات وهي مهمة جداً من طرف الاتحادية الوطنية لسائق السياسة الأجرة والاتحادية الأخرى المتمثلة في المجلس الوطني للنقل البري الذي كان موجود على مستوزات النقل يجتمع وطنياً في كل مرة ولكن المجلس هذا لم يفعل منذ سنة 1993 إلا أنه في الموديلات الولائية مازال يشتغل الأعمال ستساهم مباشرة في دعم وتنظيم القطاع النقل الذي يشهد تراكمات يشهد فوضى كبيرة هذا وشدد وزير النقل على ضرورة تقديم رؤية عملية لعصرانة ورقمنة القطاع خاصة وسائل النقل البري للقضاء على البريقراطية وإطفاء أكثر شفافية في التسيير ترجمة نانسي قنقر